تم اليوم تخليد ذكرى ميلاد الجنرال جون جوين جياب المئة وعشرة بالصفارة الفيتنامية بحضرة وذلك في طبعتها الأولى حيث تم إنجاز فيلم وثائقي يروي قصة هذا البطل الذي يعتبر أسطورة المقاومة الفيتنامية وقد تم أيضا إقامة مرسيم في هذا الحفل بصور تذكارية والأنشيد الوطني الفيتنامية ويبقى الجنرال جون جوين جياب خالدا في أذهب الشعب الفيتنامي اليوم،ised 100 اي عددشان جوين جوينجياب جوينجياب خالدا في الأحضان وهو كان خالدا مهور بالقر 학يات وراثم أن شبع لDamان أماني ومن ثم وجوده من المنزل من المفرمين الانتقال إلى المنزل من المفرمين عام 2015. C'est la campagne de Ho Chi Minh pour réunifier le pays et le pays que vous habitez. Et je pense que quand j'arrive en Algérie, quand je suis vietnamien, je trouve que les gens ont de bonnes attitudes, bonnes sentiments avec les vietnamiens. Et je suis très fier que quand je suis dit que je suis vietnamien, ils leur répondent que le Vietnam, c'est le Ho Chi Minh, c'est le Dien Binh Phu, c'est le Vong Mui Zap. C'est-à-dire que les Angériens, même si ils sont jeunes ou âgés, ils connaissent très bien sur sur l'histoire et sur la population pour que les héros et les leaders du Vietnami. Bismillah. je suis F. Hassane, je suis F. de la ville de la ville de la ville, la ville de la ville de la ville des mille de la ville de la ville. وهو اللي جاب لهم الاستقلال بيانسور بالجيش تاعو والافكار تاعو واحنا كما يقولوا احنا كما الوالد كان تما كان في الحرب البيتنامي كم يزيتي سيدي كوندان يا مورم عند فرنسا هناك ما اشتركت بيانسور بالجزاير وما نحن هذا مجرس ومشان بالجزاير أعتقد أن الإنجاري هو مجموعة في الناتراني وأنا أريد أن الإنجاري سيكون لديه مجموعة للمنزل الرئيسية التي سيكون لديه مجموعة موسيقى موسيقى